أولا من أراد الراحة بأن يكتب قلبه في أهل التسليم فليغسله بهذه الأربعة اللي عايز بقى يبقى قلبه كده وقلبه يبقى مكتوب في أهل التسليم وفي أهل السلامة القلوب إلا من أتى الله بقلب سليم فهو عايز قلبه يبقى كده يعمل حاجات دي أول حاجة أنه سبحانه وتعالى جعلك في عين رحمته وأنه سبحانه جعلك في حالة حرية فلابد أن أنت تعرف أن سجانك الحقيقي هو نفسك فلا تستسلم لخزلانها وتحرر تحرر من أسرك لنفسك وعرف أن هي اللي بتخزلك وهي اللي بتأسرك وأن هي اللي بتعجزك وهي اللي بتكسلك فلذلك هي لما تيجي تقول لك أنت محبط أنت ما عندكش أمل أنت ما عندكش حاجة إياك تستجيب ليها يبقى سجنك الحقيقي هو فين؟ سجنك الحقيقي هو نفسك الأمر بالسوق تاني حاجة لازم تعرف أن كل مكسور مقسوم له لطف من الله يجبر خاطرة ما ما حصل أن أنت يكون عندك أي كسر أنت لك نصيب من لطف الله وجبر خاطرك من الله فما تنكسرش لأن ربنا نظر إلى قلبك في إزاي قلبك إيه اللي يحصل؟ في إزاي تتصور أن قلبك اللي ربنا نظر إليه ده هيظل إيه مكسور الخاطر؟ أبداً أما النظر الله بيعمل إيه؟ بيداوي خواطر الناس وبيجبر خواطر الناس الحاجة الثالثة أن كل جرح بأنوار نظر الله يوداوى ويستر كل جرح جواك ربنا سبحانه وتعالى يدويه بأنواره ويستره أنت بس اللي ساعد بتفضحه وساعد تجيب حاجة تحك في هذا الجرح بعد ما يكون ربنا دوابه بنظره إليك رابي حاجة أن دوام العمل بأمل في الشدة علامة القلب المنور أن أنت إيه اللي يحصل؟ استمر في العمل ومتتوقفش في أي وقت في الشدة وخاصة في الشدائد إيه لا يحصل؟ ده من علامة أن قلبك منور بنور الله ولذلك لازم تكون عشان تثبت قلبك في ديوان أهل التسليم لا بأس أن أنت تدعو ويريد تدعو بالدعاء ده في الصباح وفي المساء اللهم اجعلني من أهل التسليم الذين إذا نزلت بهم الشدائد لا يستسلمون ولا يعجزون ولا يكسلون والذين هم بلطيف تدبيرك ممدودون وأنوار معيتك يتنفسون واجعل سر سعادتي في يقيني بأن مع العسر نظراً ولطفاً وحناناً ويسراً وفرجاً قريباً نقول الدعاء تاني اللهم اجعل اللهم اجعلني من أهل التسليم الذين إذا نزلت بهم الشدائد لا يستسلمون ولا يعجزون ولا يكسلون والذين هم بلطيف تدبيرك ممدودون وأنوار معيتك يتنفسون واجعل سر حياتي وسعادتي في يقيني بأن مع العسر نظراً ولطفاً وحناناً ويسراً وفرجاً قريباً يا رب العالمين اجعلنا دائماً نذوق حلاوة نظرك إلينا ويا ربنا لا تحرمنا أن نكون من أهل دوام النظر إليك واجعلنا يا ربنا من المقبلين عليك في كل وقت وحين اشتركوا في القناة